مرحبا لكارديو أليكس ناينتيم معنا نهاردة الدكتور خالد تمام أهلا بحضرتك يا دكتور ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك أهلا دكتور خالد تمام أستشاري مشاركة أمراض قلب في المركز طب الدولي بيادة وأستاذ مساعد أمراض قلب وآدموية جامعة توكا يونيبورستي في اليابان أهلا بحضرتك حضرتك أول مرة تشرفنا في المؤتمر لا دين مرة رقم 14 سنة أو 15 سنة حضرتك سي في أي تدور سنة دي في المؤتمران فان الفايتس طبعا كارديو أليكس متهيئة لي يعني هو بقى من أفضل المؤتمرات في الشرق الأوسط من حيث الحضور من حيث عدد من حيث تغطية أمراض القلب والأوعاية الدموية وجراحاتها بكل بكل جوانبها فمتهيئة لي يعني ما شاء الله الحضور السنة دي سبع تلاف واحد على حسب ما يعني اللجنة المنظمة فده رقم يعني كبير جدا من كل طباق القلب والبطنة في كل المنطقة بيحضروا فده بقى أهم مؤتمر في المنطقة الحمد لله الحمد لله دكتور كنا عايزين نعرف موضوع السشن سبع في حضرتك السنة دي في المؤتمر أنا سادي كنت مشارك في كذا جلسة وكنت مشارك في عملية نقل مباشر أسطرة عملناها من المركز الاي سي سي في اسكندرية في عركة العملية كانت نكحة كانت عملية معقدة لأمراض المريض كان عنده انسداد في الشريان التاجي مزمن بأهل سنين والعملية دي يعني فشلت مرتين قبل كده والحمد لله خلال المؤتمر نجحنا لحنا نفتح الشريان عن طريق الأسطرة وده المريض كان رافض يعمل القلب مفتوح والحمد لله المريض كويس جدا وروح البيت ووضعه كويس الحمد لله دكتور كنا عايزين نعرف من حضرتك ما هو أحدث العلاجات لأمراض الشريان التاجية دات الانسداد المزمن طبعا الانسداد المزمن في الشريان التاجية هي كانت شيء معقد جدا في الأول لكن في الأول الأخيرة الأسطرة بقت تحل جزء كبير جدا من علاج الشريان ده وهو تكنيك بدأ في اليابان ونجحوا اليابانيين يعني باختراع بعض التولز أو بعض المعدات لفتح الشريان دي إن يزودوا نزم النجاح حشان نزم النجاح كانت الأول كانت بتبقى حوالي أربعين خمسين في المية وفي ناس ما لهمش علاج جراحي لأن ساعات في شرايين ما لهاش جراحة شلان واحد بس وشلان يمين فما بقاش لي علاج جراحي فالعلاج ليبقى لازم لكان أسطرة أو علاج دوائي وأثبت النتائج أو الأبحاث الأخيرة فتح هذه الشرايين للمرضى بتحسن الأعراض بنسب كبيرة جدا فالناس اللي ما تنفعلاش جراحة أو الناس اللي عمل جراحة قبل كده والشرائين دي تسدد بقى فتحها عن طريق الأسطرة دلوقتي نسب النجاح حاليا جدا فالأسطرة بقى تحلم مثالي لها طبعا التكنيس كان صعب الأول وكان محتكرين على اليابانيين في حقوق يابانيين يعلمون كل العالم بدأ الأمريكان بقى عندهم ناس كبيرة بيشتغلوا وبدأ سنتر كثيرة وتشتغل أوروبا تشهر فيها جدا أسيا عندنا في الشرق الأوسط كله مصر طبعا والشرق الأدنى وشرق أسيا فبقى بقت حاجة متعرف عليها جدا دكتور ونسب نجاح العملية الآن في علاج هذا المرض وإحنا دلوقتي الشرق الأوسط وصلنا لنسبة إيه؟ زي ما قلتلك نسب الحقيقة النجاح وصلت يعني أكتر من تمين في المية بالتولز الجديدة أو بالمؤدات الجديدة اللي بقت موجودة بقى نسب النجاح حاليا الأهم من نسب النجاح كمان بقى المضاعفات في العملية وبعد العملية قلت عشان بقى فيه مرضى كتير وزي ما قلتلك المعدات الجديدة أو الطب الحديث سهل كتير قوي قل المضاعفات الأطباء بقى عندنا أطباء متميزين كتير قوي يعني عرفوا المرض وعرفوا ازاي على جهوب المعدات الجديدة فالتكنولوجي بتاع اللي موجود دلوقتي في الطب حسن من الأوت كام جامد حسن من النتائق من مدات النسب النجاح وصلنا بقى نوصل لنسب نجاح عالمية اللي هي تمامين في المية وتسعين في المية وأكتر من تسعين في المية والحمد لله في الشرق الأوسط احنا بقى عندنا سنترز كتير قوي بتوصل عندها الفوليوم ده وعندها نسب النجاح دي فاحنا يعني الحمد لله في سنترز كتير موجودة هنا في مصر وموجودة في أليكس كمان وموجودة في اسكندرية وموجودة في القاهرة وموجودة في الشرق الأوسط في كذا مكان وفي السعودية في كل مكان بقى عندها نسب النجاح العالمي الحمد لله مرسي جدا يا دكتور كنا سعداء جدا بجوز حضرتك معنا في نادي الكورديو أليكس مرسي